يعني في قول مأثور ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه الكثير من الخبايا تخبيها الشخصيات من حولنا سواء في البيت أو مع الأصدقاء أو في العمل وطبيعي مع الوقت والعشرة تبين لك جزء منها لكن في علم الفراسة يختصر لك الكثير من الوقت من خلال وجه الشخص اللي معك وملامحة اللي تقدر تعرف صفاته الشخصية أو حتى من عيونه تعرف شجاع بخيل يعطي ما يعطي مشكلجي صادق وبصادق عشان كذا معي عبر سكايب من اللحظة خبير علم الفراسة الحديثة وأيضا محلل الشخصيات لستاذ ماهر البدر حياكم الله استاذ ماهر أنا أبغى أعرف الفراسة هذه وش سالفتها هل صدق أنه في واحد من المشاهدين يعرف أني أنا صادق ولا مني بصادق من خلال ليشوف عيوني حياك الله سادة عبدالله يا مرحبا الله يحييك الله يحييك الله يرفع عليك قولي الحيث في الناس ممكن يعرفون أنا وش قاعد أقول صادق مني بصادق أسولف مني بسولف طيب بالنسبة للفراسة سادة عبدالله أول فيه لازم نعرف حيني الفراسة عشان نعرف هذا القول هل يعرفون ألا ما يعرفون هذا كلام صحيح ألا مصحيح أولا الفراسة ليست علم غيب أبدا ليست لها لا دخل في العلم الغيب الفراسة في اللغة التثبت والتمحيص والتأمل والتدقيق يعني يقولك والله تفرص في فلان شوف لي واش هم الرجال هذا معروف عند العرب الأول وسلوم العرب طيب في الاصطلاح لها معاني كثيرة منها طيل مثلا معرفة الخافي من الظاهر أو الغائب من الحاضر ومعرفة خلاق الإنسان لكن الفراسة الحديثة اللي أسسها دكتور عصام السلوادي مؤسس العالم لعمل الفراسة الحديثة فيه مصطلح حلو وجميل الاستدلال بالظواهر الخارجية لمعرفة الظواهر الداخلية ما معنا هذا الكلام؟ مثل ما تفضلت أخي عبدالله عينه تدل على شيء طوله يدل على شيء وجه يدل على شيء معناه هالفراسة عضوا يساوي سلوك أيضا ترى الفراسة ما هي فقط تحليل شخصيات أيوه ما الفايدة أن أحلل شخصيتها ولا أعرف أن أتعاملوا إياه فالفراسة تحليل شخصيات وفن للتعامل أيوه أنا أبي أعرف الحين أنه شون التعامل مع الناس أبدأ طالع عيونهم ولا طالع مشيتهم ولا طالع وزنه يعني ما أدري ما تفعله طيب هذه نرجع إلى إيش تعتمد عليه الفراسة الحديثة إيش تعتمد عليه الفراسة الحديثة مثل ما تفضلت أخلي أستاذ عبدالله في بعض الناس وجوههم بيضاوية أي في ناس وجوههم ثلثة في ناس وجوههم دائرية في واحد طويل واحد قصير واحد أنفى نقول سلة سيف وناس أنفى مفتس كل عضو اختلف الشكل معناها أن الصفات تختلف وبالفراسة الحديثة هناك خمس بوابات ممكن أن أنا أو أنت أو أي فلان يعرف الإنسان اللي قدامه عن طريقها شين هي؟ طولة وجهه رسمة وجهه إنسان نمط الوج عينه نوع العين حجم العين أنفى ومزاج يده هذه تعطيك رسمة كاملة للشخص اللي قدامه بالفراسة الحديثة طبعا يعني شلون يعني مثلا إذا صار وجهه بيضاوي هذا صادق أكثر وإذا صار وجهه طويل هذا يعني ها الصدق والكذب الصدق والكذب مرتبط بالمضلة الفكرية شلون يعني الله سبحانه وتعالى عادل فمو معقولة أن الله سبحانه وتعالى يخلق فلان بعين ضيقة وهو كاذب لأن عينه ضيقة هذا ليس صحيح أو ها صاحب عين واسعة وهو إنسان صادر إذا نفينا عن الله العدل وهو سبحانه عادل لا يظلم لكن الله عطى أنا هذه الصفات وعطك هذه الصفات طيب أنت على حسب وين توظف الصفات بس فقط استاذي لو أطلبك أنه يعني التقدم على الوظائف شرائك نحط في الموارد البشرية يعني هم جايهم عدد من المتقدمين نحط واحد في علم الفراسة لأنه يجيك واحد يقول لك أن أتحمل الضغط وإذا بدينا ضغطنا عليه شوي صاح هذا هذا ودنا يعني لو شرائك نضع صدق يعني في الموارد البشرية واحد في علم الفراسة يعرف للموظف هذا وش سالفته وهذه من أساسيات الفراسة أنك تريحك جهد ووقت ومال يعني أنا بجيب لي مثلا خادمة بعض الناس تقول لك والله بخسر عليها فيزا وخسر عليها وقت وممكن تكون وممكن ما تكون فمجرد الفراسة تقول لك نظرة واحدة والله هذه تنفع أو ما تنفع ولحسب أنت تريدها في إيش والله تبغىها في الطبخ أو في التنظيف هذا يتنفع بكذا هذا ما تنفع بكذا فلان يصلح في السكرتارية ما يصلح في الميداني ما يتحمل فلان ما يصلح في السكرتارية والسبب أنك لو حطيتها في مكتبك ثاني يوم تتقفل المكتب ما عندها لباقة ما عندها لباقة ما عندها إسلوب شخصيتها كذا لذلك الفراسة تختصر عليك الجهد والوقت وكذلك المال وهذا مهم جدا لتعلم الفراسة لكل حد طيب أنا شوف ترى بأخذ معك اتفاق أنا بحتاجك الفترة الجاية في أشياء واجد فخليك قريب مننا لا تبعد أخوي ماهر البدر عبر سكايب من لحظة شكرا جزيلا لك وشكرا لهذا العلم اللي بيساعدنا في أشياء واجد شكرا